ده قدرنا ده قدر الابطال خلينا ابتدي مع حضراتكم بس بحزبة بسيطة جدا عشان نشوف احنا داخلين على ايه احنا النهاردة يوم تمانية نبتدي الموسم ان شاء الله بإذن الله يوم 13 وارجوكوا دايما تحطوا نفسكوا دايما يعني مكان الجهاز والعيبة عشان تعرفوا حجم الضغط اللي بتعرض له اي حد ده جزء من اللوت بقى والعبء اللي بيبقى على اسم النادي الاهلي وتيشرت النادي الاهلي النهاردة للتمانية 13 تبتدي الموسم مباراة مصر للمقصة من 13 ل28 يعني كام 15 يوم يعني ايه يعني اسبوعين هتلعب مع مين هتلعب اربع مطشاط تقال جدا هتبتدي طبعا المقصة بداية سيزن ودائما الانطلاقة بتبقي لحد ما صعبة حتى لو قلتلي انه الاهلي يسا يعني هو الاهلي مخلص السيزن هم السيزنين يعني داخلين في بعض بس برضو بداية سيزن ومباراة مهمة ومقصة فرقة مش سهلة تخلص المقصة ان شاء الله اغلب الاحتمالات بتقول حتى اللحظة تخش في الانهائي سوبر افريقيا يوم 18 مع نهضة بركان بطل المغرب وبطل الكنفدرالية تخلص نهضة بركان تسافر النايجر عشان تلعب مباراة الزهاب مع بطل النايجر سوني داب 22 او 23 ترجع من نايجر تقابل الزمالك في مسابقة الدوري يوم 28 ديسمبر يعني في خلال 15 يوم يعني في خلال اسبوعين عندك اربع مطشاط من العيار التقيل كان الله في عون الجهاز وكان الله في عون اللعيبة اللي الحقيقة يمكن لسه ملحقوش يعني هم 48 ساعة بس اللي خدوهم فصلة او راحة ورجعوا من النهار دي يبتدوا تدريبات مرة تانية عشان يدخلوا بقى في جو منافسة من اول وجديد كل التوفيل ابطالنا ان شاء الله وقدهوا قدود رجال